السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتو بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكي النس كافير بس قبل ما ندخل بقى في الماء دي والطريقة عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر لو عجبكم تعملوا لايك ولو لست مش مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا حالا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم الفيديو الجديد اللي انا بنزله عشان فيه كتير مشتركين عندي في القناة انتو خدوا بالكم من الجرس لازم يكون متفاعل على الزرار اللي فوق اول حاجة الاختيار الاولاني اللي هو على الكل عشان يوصل لكم الفيديو اول ما بنزله يلا بقى نحكي بقى في الكيك الجميل اللي انتو شايفينه ده دي كيكة النس كافير انا عادة كنت اول ما بروح اي كافير كنت بطلبها بس لغاية لما جربت بجد المقادير دي انا جربت كزا مقادير قبل كده بس دي كانت اكتر حاجة مصبوطة وصلتني للطعم اللي انا عايزة المقادير كلها هتلاقوا في صندوق الوصف اول حاجة هنبدأ نقول بسم الله عندي 3 بضات حطيت عليهم رشة فانيليا استخدموا نوع فانيليا كويس بيفرق جدا في الكيك انا دايما بقول لكم كده ضربتهم كويس بالمضرب هحط عليهم نص كباية سكر ربع كباية زيت عدي نص كباية حليب انا حطيت كده المكونات السهيلة كلها مع بعض هحط معلقة كبيرة كاكاو او نس كويك على الدقيق وانا عندي كباية نص دقيق حطيت عليهم معلقة كبيرة بيكينج بردر وهقلب فيهم الكاكاو عندي معلقتين كباية حليب هحط عليهم معلقة كبيرة نس كافير وهقلبهم كويس مع بعض انا مش حابة ان انا حطي نس كافير كده عشان هيعمل نقاط بني ومش هيدوب كويس في الخليط فدوبته الاول في الحليب وهحطه على الخليط السهيل هضيبهم كويس مع بعض وهبدأ اضيف الدقيق شوية شوية طبعا الدقيق احنا هنخلينه كويس هضيب زوية الملح هي مش بتبان في الطعمة بس هي مهمة جدا هضيب بقى الدقيق بصوا ده قوامها بصوا لونها ورحتها وانا يعني بضربها هطلعة حلوة جدا ده القوام بتاعها انا هنا عندي القالب دهنته زيت او ممكن زبدة هفضي في الخليط الكيك ده هيدخل الرف الاوسط في الفرن 180 درجة 35 دقيقة هنختبره طبعا بخلة اسنان زي ما انتو عارفين زي ما بنتختبر كل الكيك ولو طلعت نضيفة يبقى كده الكيك تمام الاستواء بصوا فيه نقط نقطت كده انا همسحها عشان عادة النقط دي او ما بتدخله الكيك الفرن وبتعد يعني تتحرق فبتطلعيه حكا ان الحاجة استويت وهي بتكون لسه مستويتش ارخبتها خبطتين واحطها في الفرن يلا بقى نحضر الرغوة او الكريمة اللي بتبقى من فوق على الكيك ده معلقة كبيرة نسكافير على نص كوباية حليب هقلبهم كويس مع بعض ومعلقتين كبار كريم شانتيه هو ده يعني الرغوة الاساسية لو حابين تضيفوا الاضافات اللي انا هضيفها لو متوفرها عندكم ممكن انا هضيف هنا معلقتين كبار حليب مكثف محلع ده بديل للسكر ممكن تضيفوا معلقتين كبار سكر او حسب الرغبة ومعلقة كبيرة اشتا يعني الحاجات دي بتخلي القوام يعني كثيف شوية وطعمه غني شوية هضيفهم كويس بالمضرب مع بعض بصو هي الشمس جاية انا عملت الكيك ده بدري جدا في النهار الصبح بدري بصو القوام بتاع الرغوة حلو ازاي انا حطيت الرغوة دي في التلاجة والكيك طلع جهز معايا بصو شكلها حلو جدا جبت الرغوة من التلاجة انا فكرت كذا فكرة في دماغي جت قلت يا ربي طب انا ممكن احطه ازاي على الكيك بحيث ان شكله يبقى حلو وجميل ومتناسق ففكرت في القمع ده هحطه فيه وهعمل به كده خطوط لو انت مش موجودة عندكم القمع ده ممكن تستخدموا كيس بلاستيك عادي وتقصوب المقصي كده عند الطرف وتستخدموه نفس استخدام القمع بس القمع يعني بصراحة داني نتيجة هايلة مكنتش متوقعها انا عادتها لما بعمل حاجة مش بتبقى فيه فكرة حضرة اوي في دماغي وانا بشتغل هي الافكار كلها بتيجي لو انتو عاملينها في قلب شكل مختلف ممكن تزينوها زي ما انتو حابين بالمكونات المتوفرة عندكم الكيك ده انا عادتها لما كنت بروح اي كافيه كنت بطلبه فكان يعني بجد مش لما جربته وعملته في البيت اتفاجئت بطعمه مختلف تماما عن اللي كنت بطلبه مع اني كنت بفرح به جدا لما بطلبه في اي مكان بس لما عملته في البيت قلت لا ده يعني بجد مكانه ان انتو تعملوه في البيت وتكلوه من ايديكم هتمبهروا بتعمه بصوا انا عندي هنا الشوكولاتة دي حطتها في مية سخنة او ممكن تحطها في الميكوريف تسيح شوية هعمل كده بيها خطوط من فوق انا عادتا بعمل للطريقة دي لما كون مش حابة ان انا اسيح شوكولاتة على حمام مائي وكده بكون كسلانة شوية فبستخدم الطريقة دي بصوا شكلها حلو جدا انا عندي هنا شوية لوز محمص كده حطته من فوق بجد بتمنى منكم ان انتو تجربوها هتعجبكم جدا 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 بشكركم على المتابعة ما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته